حابب أقول لكم بعض الأخبار أو بعض الأشياء المتدولة على الساحة الرياضية وإن كانت هي تكاد تكون الحدث في اليومين اللي فاتوا تصرحات خرجت للأستاذ عمر الجنيني عبر منصة صوتية تعتبر من منصات التواصل الاجتماعي الحالية وهي كلاب هاوس وهي مناقشات عامة في إطار دوره كزمالكاوي ولكن إذا كان يتحدث عن الزمالك فهو شأن يعني فوجئ الأهلوية بالحديث عن تدخلات واضحة جدا لتحويل أمور تخص بالقيد ولمساندة الزمالك ولمساعدة بعض الأطراف داخل نادي الزمالك للضغط على اتحاد الكرة وأنا الحقيقة بتسأل كيف لمسؤول في منصب مفترض أنه يكون حيادي أنه يوجه بعض الأفراد لخلق أزمات للاتحاد اللي هو بيديره شيء غريب أعتقد أصنفه على غرار فضيحة الكالتشو بولي الشهيرة في إيطاليا واللي يستوجب التحقيق ويستوجب وقفة لأنه كمان بنشوف دايما المنافس يردد أن النادي الأهلي يستفيد من وجود بعض الأشخاص في موقع المسئولية وشوفنا كمان الوزير السابق خالد عبد العزيز ويؤكد أن أبدا النادي الأهلي لا يستفيد من وجود أي أشخاص في موقع المسئولية ولكن خرجت تصرحات عن قيد بالمخالفة للوائح والقوانين وأعتقد أمر غريب جدا ولكن النادي الأهلي أنا عارف أن حضرتك دايما بتنظل لمثل هذه الأمور في نظرة بسيطة جدا وهي اللوائح والنظام الذي لابد أن يتبع الجميع وتحلي المسئول بالمسئولية زي ما حضرتك حتى وان كنا بنتناقش قبل الهواء إذا لم يتخلى المسئول عن انتماءاته الحقيقة العاطفية والفردية ما تنتظر شيء أبدا خروج قرارات تتسم بالموضوعية وبتحقيق فكرة تكافؤ الفرص يعني تعرف بس فكرة الجمع بين حكتين أنا معك كمقدم برامج لي وظيفة أخرى في النادي الأهلي كمستشار إعلام المجلس الإدارة فالحقيقة كل كلمة بتحسب عليك لكن الحقيقة أنه الأستاذ عمر الجناني بالتأكيد لم يكن موفق في هذا التصريح على الأقل لم يكن يصرح به نحن نعلم أكثر من ما قاله الأستاذ عمر الجناني بالمناسبة محمد يعني مسئول النادي الأهلي هي عندهم تصور وعندهم رؤية ويعلموا دايما ما يدور في الغرف المغلقة وما بيبنوش أبدا قراراتهم ولا مجلس كابتو حمد الخطيب بيبني قراراته على معطيات الآخر هو بيبني دايما قراره النابع من مصلحة النادي الأهلي ومعطيات النادي الأهلي اللي بتأكيد بتتسق برضو مع التوجه العام وبيكون في حرص على فكرة السلام الاجتماعي في البلد وخروج دايما معظم البطولات بشكل محترم وبما يليق بمكانة النادي الأهلي فما بتفريش مع إدارة النادي الأهلي اللي بيدير المنظومة بفكر زي أنا باخد مواقفي طبقا للوايح والقوانين وبتمسك بيها ثم أنتظر رد الفعل ودايما بيكون في تدرج وأعتقد أنت حضرت معنا عدد كبير من المشاكل من القضايا ومن الملفات لكن على الأقل فكرة المصدومية دي لازم تنتهي صحيح لأنه الحقيقة أصدقائنا دايما بيتكلموا فيها أن النادي الأهلي مدعوم أن النادي الأهلي ليه أبناءه في موقع المسؤولية بيخدموه وده غير حقيقي بالمرة بالمناسبة